بس الراجل عبدالعزيز جنيم مشكورا قفل السكة فوشينا النار ده دو رئيس المتواجدين برضو المشكلة كبيرة بتاعتنا هو برضو دوره كمسؤول لازم يكون قد حجم المسؤولية ويقدر يوضح للناس فبسأله هي يومنا واللي حصل ومش اللي حصل وكلام منها فقال لي تغييرات فيزيولوجية فبعد إذنك فاهم لي يعني فاهمني وفاهم المشاهدين تغييرات فيزيولوجية هل تؤدي لزيادة الوزن في عدد من الساعات سبعمية جرام يا دكتور هل ده منطقه؟ طيب بس خلينا نجيب الموضوع كان فيه خبر برضو تقال عن طريق الأسادزة في اتحاد الملاكمة إن البنت وصلة أعتقد باريس أو وصلة الأولمبياد زي ده كيلو ونص كيلو ونص عن ميزان طيب وإكسباكت إنها تنزل الميزان متوقع تنزل الميزان ده أو في خلال 48 ساعة خلينا نتفق إنه طبيا إنك تنزل كيلو ونص في ظرف 48 ساعة ده أقصى ما يمكن إنه بقدم يعمله في نفسه ليه؟ حمتكلم لو بنتكلم بنظام دغزية رياضي أو طب اللي حد إنت في المتوسط ممكن تنزل في الأسبوع كيلو كيلو وكيلو وربع كيلو ونص بالكتيل خاصة لأول بنت باللغة العامية سوفية في البنت خمسينات يمكن أن يجيب وزنة لخمسين كيلو فالنزول الوزن هنا مش سهل فإنك تلعب على زون إن أنا هنزل كيلو ونص في تماما 40 ساعة فإن ده 100% 100% بتنزل جسم البنت دي مية مية مستحيل يبقى حاجة غير كده لن تفقد أبدا عدد سعرات حرارية تفقد جسم هذه اللاعبة دهون في ظرف 48 ساعة اللي يخسسها كيلو ونص فاللعبة كلها لعبة إيه؟ مية يبقى أنت دلوقتي في مرحلة إن البنت دي محتاجين ننزل وزنها حوالي كيلو ونص في ظرف 48 ساعة وقولا ووحدا النزول الفعل اللي يحصل من البنت دي كله نزول مؤقت لحظي إنها هتفقد مية من جسمها لحد ما تعد مرحلة الميزان ويبدأوا يكلم طيب السؤال هل تغييرات الفيسيوليجية تمام بتقلل أو عفوا بتزود الوزن 700 جرام في ظرف ساعات البنت السورة يسا كان عارضها دلوقتي يا أحمد السورة بتاعت الميزان الساعة 12 و10 بالليل أهو قدام حضرتك يا دكتور تمام 54 كيلو تمام ده نبارح بالليل ساعة 12 و10 تمام صباح اليوم يعني الصبح وقفة على البساط بتعمل بتعمل ارتبار بالوزن طلع 54 سبعمية طيب بصر فالراجل قال لك تغييرات الفيسيوليجية شرحي كلمة تغييرات الفيسيوليجية في بناتها موضوع الدورة الشهرية أوكي خلاص الدورة الشهرية بمنطقة البساطة بترفع وزن البنت فعلا أو السيدة أيا كان نشي ولكن مش بترفعه بشكل لحظي في صرف 6 ساعات يعني في حاجة اسمها أو انتفاخ الجسد الأنثاوي على إثر احتباس مياه في جسمه في فترة ما حول الدورة أوكي وده بيحصل نتيجة تغييرات هرمونية في جسمها وارتفاع البروجسترون في جسم البنت وده هرمون في جسم السيدات بيرتفع لها مراحل معينة على إثره بيبدأ يحصل تغييرات فيسيوليجية في الجسم ومنها احتباس المياه في الجسم وده بيرفع الميزان مش لكن ده مش يحصل في ليلة المتش مستحيل يعني حيبقى حضرتك زيدة كيلو 2 كيلو مي بس ده من يومين 3 قبل نزول الدورة وبالعكس مع بدء هذه العملية الفيسيولوجية اللي هي يعني دخول الدورة على البنت أو نزول هذه الدورة بيبدأ جسم البنت يفشي كمان أو بلغة الماركت يعني بيبدأ تفقد من المياه على إثر أن التغييرات الفيسيولوجية بدأت تتعدل المرأة يعني أنت عايش سأقول المفروض أصلا الوزن هي اللي مايزيتش لو حدث أن هذه الفتاة دخلت في مرحلة إيه دخول الدورة أو أن بدأت الدورة بتاعتها تنزل وبالتالي بيبدأ الهرمونات ساعتها تنخفض فتبدأ المياه تفقد من جسمها بشكل طبيعي البيت بتبدأ تفشي زي ملتلك ولكن التنشن ده أو البريم ناستر والتنشن أو فترة احتباس المياه في جسم السيدات أو الأنسات بيكون في يومين 3 قبل نزول الدورة لكن مايبقاش في 6 ساعات ده بالنسبة لي طبيا صعب شوية اللي أنا معتقد أو تفسيري الوحيد للمنظومة دي بص يا أمير اللي قرر يراهن على كيلو ونص في 48 ساعة فاعرف إنه ما بيأكلش ولا بيشرب تاني أقول هلك هو اللي قرر يراهن تأكدوا لي بس عن موضوع كيلو ونص ده ده كان خبر تقرى ما عارفش منصوب سطحته من عدم بس إنك تراهن على 48 ساعة كيلو كيلو ونص فانت قولا واحدا اللي بتاكل ولا بتشرب تمام وده موجود في الرياضة أو موجود في الرياضة بس خطر يعني مش جاين نصلح الكون في ده دلوقت بس شيء خطر على شيء له منطقي ولا هو صحيح الشطر بيروح بحكته من بابه كده في الزوم بتاعت ميزانه من أول يوم فانت قررت تتراهن على ده وبالتالي الفترات دي بيكون زي ما بتلك حاجة اسمها nutritional depression depression يعني إنعدام حنا بنحاول نفضي خالص الرياضي من كل ما يزن في جسمه مخزن الماء في جسمه مخزن الجلايكوجين اللي في عضلات جسم الرياضي دي ما بتبدأ أو بتبدأ تنخفض وزن اللي فعلا بيقل حلو؟ لكن مجرد أو بيشرب مية جسمه بتنفخ تاني فورا زي السفنجة عارف السفنجة اللي تبقى على الحوض اللي نشفة جدا محطبة ومجرد ما تشوف مية بتشيلها بزباعك لكن لو شلت مية ترامت في الحوض جدا عشان عشانها هو ده الجسم الرياضي على إثر فترات الدبليشن أو انعدام الطعام والغذاء والمياه طبعا في بعض الأوقات كمان يعني في راضين بيصوموا ويعملوا بقى ساو نوي وي عشان يحاول يجيبوا ميزانه وده منتشر جدا في الملاكمة يعني أوكي تمام؟ في الملاكمة بالأقص هيدي ثقافة هناك ماشي ماشي تمام؟ لكن الكلام مش منطقي أنا بالنسبة لي صعب إلا لو بنت بيكالت حاجة كالت حاجة اعتقادي إن هي بدأ الميزان يبقى آسي عليها فمحزبت مستعملاش جاعت مش كده جاعت برضو في حاجة اسمها اللودنج احنا بجمع اللودنج لأي رياضي أي رياضي بيخش فترات العدام دي لازم تحميله عشان يدر يقدي لو الرياضي في بعض الأوقات راح بمزان القياس على البوساط هيقع لفترات بتبقى عنيفة جدا وعشان كده تلاقي رياضات كتيرة بتدي متسع من الوقت بين الوزن والمنافسة الرياضية هيديه بعض المتسع عشان يأكل نعمل حاجة اسمها زي ما قلت لك اللودنج بتاع اللعيب في بعض الرياضات القتالية اللي بتنحصر إنت إيه ده نهوز النهار ده ولعب بكرة ده روح اللعيب بقى في اليوم ده ده عايز أقولك أنه حياته في القادم في اليوم ده أو في الليلة دي تمام؟ فوارد وارد أنا لا أعلم ولكن فكرة أن أنا زيت 700 جرام على إثر تغييرات فيسيولوجية في جسمي ونبارح ظبطا مزاني ده كان غير مفسر بالنسبة لي زي ما قلت لك لأن حتى تاني فكرة أو فكرة أن جسم البنتي بأشايا المية حوالين فترة الدورة أو حوالين فترة البرويت بتاعتها بيكون يومين 3 تامين قبل موضوع نزول الدورة فهو ملحوظ للبنت وملموس في الميزان ويوي معمول حسابه بالبلد يعني بالبلد كده في البنات والأنسات معمول حسابه مش جاية رهن عليه يوم الميزان الصبح لا والميزان بالليل كان تمام فأنا زي ما أعتقادي أن جسم تعبان جدا شايل فترة كتيرة من قلة الأكل والشرب اعتقادي لمدة 48 ساعة اللي كان عليها إذن ده مش مبرر منطقي من رئيس الاتحاد في كل الأحوال يعني يسأل عليها برضو المتابعة الطبية اللي مع الرعيبها يعني هل في حد بيتابع تغذية البنت دي أو بتعمل إيه أو بتاخد إيه أو مزبطة أكلها وشربها وملحها ولا لأن أحد العناصر المتحكمة في وزن اللعيب كميات المالة بيشربها وعناصر المالح لدخلها للصودية ولدخل لجسمه لأن أنت في الآخر ممكن تبقى أنت فاعة الزمت عشان شوية مية فين في جسمك نفو